السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتاسع اليوم إن شاء الله رح نتابع بآخر درس في مدة الكمية الفصل الأول وهو درس تفاعل الفلزات تفاعل إحلال فلزات محل فلزات أخرى في المركبات إذن هي تفاعلات الإحلال اليوم درس إن شاء الله عن تفاعلات الإحلال درس تفاعلات الإحلال ما المقصود بالتفاعلات الإحلال وهي عنوان درسنا اليوم هي قدرة ذرات الفلز الأكثر نشاطاً على الإحلال مكان الأيونات الأقل نشاطاً في المركب يعني كيف مس هذا الدرس عنا هون رح يكون في عنا تفاعل بين مركب وفلز الفلز الأكثر نشاطاً سوف يحل محل الفلز محل هذا الأيون الفلزي في المركب إذن عند تفاعل فلز أكثر نشاطاً مع محلول فلز أقل نشاطاً فإنه سوف يحل محله في المحلول أما في حال إذا تفاعل فلز أقل نشاطاً مع محلول فلز أكثر نشاطاً فلا يحل محله ولا يحدث تفاعل طب كيف أنا بدي أعرف إنه هذا الفلز أنشط من هذا الفلز رح نرجع نحكي إنه إحنا هون رح نعتمد على درس سلسلة النشاط الكيميائي كنا نرتب الفلزات من الأقل نشاطاً إلى الأقل نشاطاً وجمعناهم في كلمة تاسع هي بصل كم أخ حرهن فذ بصل اللي هي بابوتاسيوم صاد صوديوم لام ليثيوم اللي عنا الكاف اللي هون كالسيوم مغنيسيوم ألمنيوم خارسين الحاء هنا حديد الراء هي عبارة عن الرصاص هيدروجين نحاس فالفضة وذهب إذن ربط تبنى هذه الفلزات من الأعلى نشاطاً إلى الأقل نشاطاً رح نعتمد يا تاسع على هذه الترتيب السلسلة النشاط الكيميائي في درس تفاعلات الإحلال درسنا لليوم خلينشوف مثال مع بعض عندنا هنا مغنيسيوم زائد عندنا المركب كلوريد النحاس كلوريد النحاس وعندنا هون مغنيسيوم اعتماد يا تاسع على سلسلة النشاط الكيميائي هلأ إحنا الدرس أن الفلز يحل محل عندنا الأيون الفلزي في هذا المركب مين عندنا هون الفلز في هذا المركب عندنا النحاس ليش ما حكينا كلور؟ لأن الكلور هو عبارة عن لا فلز أما النحاس هو الفلز عندنا المغنيسيوم وهو فلز هل يحل المغنيسيوم محل النحاس؟ نرجع لسلسلة النشاط الكيميائي إن المغنيسيوم مين رح ييجي مكان النحاس نون إذن لاحظوا إذن المغنيسيوم موجود قبل النحاس في سلسلة النشاط الكيميائي إذن هو أنشط منه فبالتالي بيحل محله فالمغنيسيوم رح يأخذ محل ويأخذ مكان النحاس ويطلع النحاس خارج هذا المركب فش رح يصير عنا؟ MgCl2 زائد نحاس وهو النحاس اللي كان موجود في داخل هذا المركب إذن لاحظ المغنيسيوم أكثر نشاطة من النحاس لذلك حل محله وطلع عنا النحاس مع النواتج نشوف مثال آخر مثال آخر عنا زد N وهو الخرصين زائد MgSO4 كبريتات المغنيسيوم كبريتات المغنيسيوم عنا هنا هاي الفلز المغنيسيوم وعنا هون الخرصين خلال نشوف من خلال سلسلة النشاط الكيميائي أنا عندي شرط إذا كان الفلز الموجود هنا بشكل منفرد كان أنشط من الفلز الموجود داخل المركب إذا كان أنشط بحل محله ما كان أنشط لا يحل محله ولا يحدث تفاعل لاحظ إذن هاي عنا الخرصين إذن هنا ولاحظ هاي المغنيسيوم المغنيسيوم والخرصين من أكثر نشاط إذن المغنيسيوم هل الخرصين سوف يحل محله؟ إذن أكيد لا لأن الخرصين اعتمادا على سلسلة النشاط الكيميائي هو أقل نشاطا من المغنيسيوم فبالتالي نكتب لا يحدث تفاعل لأن المغنيسيوم أنشطن الخرصين في هذا التفاعل خلينا نكتب كمان مثال يا تاسع عنا بي بي الرصاص زائد اي جي ان او ثري نترات الفضة نترات الفضة لاحظنا نحكي عن الفضة وعن الرصاص الفضة والرصاص نرجع لسلسلة النشاط الكيميائي لأن إحنا رح نعتمد عليها زي ما حكينا هاي الرصاص وعنا حكينا الفضة الرصاص عفوا موجودة هون إذن والفضة موجودة في نهاية سلسلة النشاط الكيميائي إذن مين أنشط أكيد الرصاص أنشط من الفضة فهي حل محله نعم لأن الرصاص أنشط من الفضة فبيجي مكانه فبيصير عنا النواتج بي بي ان او ثري باي تو زائد وطلعنا الفضة طلعنا الفضة وهي الفلز الأقل نشاطا الفلز الأقل نشاطا بس في ملاحظة صغيرة يا التاسع لما الفلز يحل مكان الفلز نتأكد من الشحنة عشان هذا المركب هلأ في المركبات السابقة كانت شحنة الفلز الذي يحل محل الفلز الأقل نشاطا كان نفس الشحنة ولكن هنا لاحظ أن الرصاص عنا شحنته موجب تنين أما الفضة كانت موجب واحد فبالتالي والنترات اللي هي ان او ثري هذه المجموعة النترات شحنتها سالب واحد زي ما كنا نعمل في درس التفاعل الفلز الأقل نحط تكافؤ شحنة الرصاص وتكافؤ شحنة النترات ولاحظ عنا بنضرب ضرب تبادلي بطلع معنا الناتج بي بي ان او ثري اللي هي هاي النترات الان او ثري نترات باي تو لأن الشحنات مختلفة طلعنا تو اي جي فبالتالي قال لي نشاط الرصاص أعلى من نشاط الفضة فحل محله إذن هذا هو جزء الأول من درس تفاعل إحلال في لز محل في لز عنا كمان جزء بهذا الدرس نفس الفكرة ولكن هنا تفاعلات التنافس على الأكسجين ما المقصود بهذا التفاعل هذا التفاعل يحدث بين فلز وأكسيد فلز لاحق بالمثل الأولى إحنا كان المركب مش شرط يكون عنا أكسيد فلز ولكن هنا أكسيد فلز أكسيد فلز أكسيد النحاس أكسيد الماغنيسيوم أكسيد الرصاص عنا هذا المركب يتكون من فلز زائد أكسجين نفس الإشي يا ميس يحل الفلز الأعلى نشاطاً مكان الفلز الأقل نشاطاً فيصبح عنا أكسيد الفلز للفلز الأنشط إذن هي نفس الفكرة ولكن عنا هنا المركب أكسيد الفلز أكسيد الفلز خير نشوف كيف ميس عنا هنا الماغنيسيوم وهون أكسيد النحاس من أنشط بسلسلة النشاط الكيميائي الماغنيسيوم أم النحاس إذن هلا أكيد صورنا عارفين أن النحاس أقل نشاطاً من الماغنيسيوم فبالتالي الماغنيسيوم أعلى نشاط فيحل محل النحاس بصير عنا أم جي أو أم جي أو وبطرد النحاس بره فيحل الماغنيسيوم مكان النحاس يحل الماغنيسيوم مكان النحاس وحكينا خلينا ننتبه على الشحنة فشحنة الأم جي موجب تنين وشحنة الأكسجين سالب تنين فلذلك الناتج أم جي أو خلينا أخذ مثال آخر على تفاعلات التنافس على الأكسجين وهو النحاس مع أم جي أو أكسيد الماغنيسيوم مع فلذ النحاس طبعاً من أنشاط؟ إذن أكيد الماغنيسيوم أنشاط هل يحل النحاس مكان الماغنيسيوم؟ إذن أكيد لا ليش يمس؟ لأن النحاس أقل نشاطاً في سلسلة النشاط الكيميائي فبالتالي لا يحدث هنا تفاعل مثال آخر يا تاسع عندنا الخرصين زد أن زائد أكسيد النحاس سي يو أو أكسيد النحاس والخرصين من أنشاط الخرصين أم النحاس؟ إذن أكيد الخرصين إذن هل يحل محله؟ نعم يحل محله فينتج زد أن أو أكسيد الخرصين ويطرد النحاس ويجلس مكانه فيحل محله عندنا كمان مثال وآخر مثال النحاس مع أكسيد الرصاص إذن إحنا تفاعلات التنافس على الأكسجين بتنافس الفلزات الأكثر نشاطا ليجلس مكان الفلز الأقل نشاطا ويكون أكسيد الفلز النحاس طبعا أقل نشاطا من الرصاص في التالي أكيد لا يحدث تفاعل من أشهر التفاعلات يا تاسع على تفاعلات التنافس على الأكسجين هو تفاعل يسمى تفاعل الثيرمايت أشيại تفاعل الثيرمايت هو التفاعل الذي يحدث بين الألمنيوم وأكسيد الحديد يعني هلأ دائماً الثيرمايت بيكون بين أي فليز الألمنيوم والمركب هو أكسيد الحديد إذا شفنا بالسؤال ألمنيوم مع أكسيد الحديد إذن هذا تفاعل ثيرمايت هذا التفاعل ثيرمايت وهو من أشهر التفاعلات التنافس على الأكسجين لاحظ هاي عنا ألمنيوم مع أكسيد الحديد هل الألمنيوم أنشط من الحديد إذن أكيد الألمنيوم هو أكثر نشاطاً من الحديد فيحل محله وركز يا ميس أنه إحنا مننتبه على الشحنة شحنة الألمنيوم موجب 3 أما شحنة الأكسجين سالب 2 مننزل تكافؤ الشحنة للعنصرين ومنضرب درب تبادل زي ما كنا نعمل سابقاً بطلع الناتج AL2O3 إذن إحنا حكينا الألمنيوم أنشط من الحديد لذلك حل محله وطرد الحديد خارج هذا المركب وجلس مكانه رح ينتج عندنا 2FE هو الأقل نشاطاً الفلز الأقل نشاطاً وهو الحديد ويتميز يتميز تفاعل الثرمايت أنه ينتج عنه طاقة هائلة طاقة هائلة ما أهمية هذه الطاقة؟ هذه الطاقة الموجودة أننا هنا كافية لصهر الحديد كافية لصهر الحديد وهذا التفاعل يستخدم في عملية لحام قطبان السكك الحديدية والجسور في عملية حكينا لحام قطبان السكك الحديدية والجسور إذن لاحظ يا تاسع إذن في هذه الصورة لاحظ كيف يتم استخدام تفاعل الثرمايت في لحام خطوط السكك الحديدية في خطوط السكك الحديدية إذن هذه أشهر التفاعلات على تفاعلات التنافس على الأكسجين سواء كان التفاعل تنافس على الأكسجين أو فلز مكان فلز في مركب سواء كان أكسيد الفلز أو أي مركب آخر الفكرة يا ميس أن الفلز الأعلى نشاطا في سلسلة النشاط الكيميائي والأنشاط يحل محل الفلز الأقل نشاطا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا